بصراحة يعني الحياة ده اللي كان النقد الرياضي الكبير اللي أستاذ مجد نوارف الجمهورية أشار إليه فيما قاله القلب على القلب رحمة يا ربطة وقال من ضمن كلامه معه احترام الكامل لأعضاء مجلس الربطة وللجنة المسابقات برئاسة الحج عامل حسين من يتخيل أن الأهل لعبة مع بيرامدز مباراة تكسير عظام وفاس بوسلاسية وفي نفس اليوم استقل الفريق الطائرة وسافر لجنوب أفريقيا في رحلة مدتها 9 ساعات وإذا احتسبنا وقت دخول المطار للسفر والخروج منه بعد الوصول والإجراءات الصحية الخاصة بجأحة كورونا هنا وهناك والوصول للفندق تصل لأكثر من 16 ساعة الفريق على السفر يعني أكثر من 24 ساعة بدون راحة وبيقول أؤكد أننا يجب أن نحترم مواعيد مباريات المسابقة المحلية ولكن هناك مباريات أفريقية رحلتها شقة جدا يجب أن تراعي الربط ظروف الأندية كلها وليس الأهلي فقط ليس بالضرورة أن يطلب الأهلي تأجيل أي مباراة له قبل أي مباراة أفريقية مهمة ولكن لابد أن يكون هناك حماية ومؤذرة من قبل الاتحاد والربطة لكل فريق وطني وكما نقول في أمثالنا الشعبية القلب على القلب رحمة والله العظيم كلام هايل وبلخص أنا مش مفروض تحطيني في هذا الموقف إننا أطلب وإنتيبان بقى هو عجامله لا أنا مطلبش أنت مسؤول عني بالضبط الله ابني عنده امتحان مش مفروض يطلب مني إن أنا أوطي الرادي ووقف للتلفزيون مش مطلوب أيضا النقد الرياضي الكبير ردوان الزياتي قال لك في الجمهورية الأهلي فورطة وقال أم الأهلي فقد دفع ثمن الإرهاق والإجهاد الشديد بسبب المشاركات الكثيرة والمتنوعة في منديال الأندية ودور أبطال أفريقيا والدور المحلي في فترة زمنية قصيرة فضلا عن دفع فاتور التغليب المصلحة الوطنية بمشاركة لعبية دوليين مع المنتخب في كاس الأمم التي تدخلت مع منديال الأندية ما هو أنت دلوقتي لما لما جيت في لحظة الناس أرث على نفسها وقدر التعدي مش معنى كده أن اللعبة دي أوكي بقت بجهزة اللعبة دي بوجهادة ما زالت جيالك من بطولة صعبة جدا دخلت على بطولة صعبة جدا دخلت على تصفيات مهمة جدا الجدا جدا جدا ده مين يقدر عليه ورا بعده كده والخطر على المنتخب زي ما قال المحل للرياضي الكبير خالد بيومي في الجمهورية قال نتائج نادياي الأهل والزبالك في دوري أبطال أفريقيا فرضت حالة من القلق على منتخبنا الوطني قبل مواجهتي السنغال طلبنا كثيرا بإراحة لعب المنتخب إذا أردنا التأهل فكيف للعب الأهل تحديدا الأكثر مشاركة في المباريات خلال شهرين بداية من كاس الأمم ثم منديال الأندية والدوري وأفريقيا طبعا نسي قبلها كاس العرب كمان يليهم لعب الزمالك وبيرامدس ووضح مدى تأثيرهم بضغط المباريات وتراجعهم فنيا وبدنيا وجهة نظري دخلت بيومي وجهة نظري أعلنتها من قبل هنا لابد من إراحة لعب المنتخب بتأجيل المباريات المحلية واستثناء المواجهات الأفريقية منتخبنا معروف قوامه ولن يغامر كيروش بعناصر جديدة في لقائي السنغال ومن المستحيل إعطاء الفرصة لنجوم جدد لأن المرحلة صعبة والوقت داية وبيختم خالد بيومي وأنا هنا أحمل كيروش مسؤولية التراجع الفني والبدني لللعبين بإصراره على استكمال الدوري وعدم تأجيل جولة أو جولتين قبل لقائي السنغال هو كلام ما متفين معاه هو دا اللي بنقوله بس هو يعني راح على كيروش على طول لأنه هو خالد جزئي اللي احنا متخوفين منها بتاع التأثير هذا الكلام على المنتخب حتى يعني ككورة مصرية هو دا هو مطشين السنغال دول مش بتتجأستد فيهم وبيتلخصهم أحلام المصريين كلها سيبك بقى من اللي قال وزمالك عملت إيه عشان تساعد اللعبة دي تبقى منتعشة اللي إيه فريش ولا حاجة حطيت عليهم مزيد من الحمل يعني هو اللعبة دي مش قاعدة الوقت متضايقة والآن لا تخرج من يعني لعبة الزمال الخارج مش متضايقين متضايقين طب لعبة الأهلي مهددين مش خايفين خايفين طيب الإرهاق البدني والزهني انت عايش يدخنف إيه وراء إيه الدوشة اللي معين مش نفيها دي فين فين التخطيط السليم خلاص مش هنبكي على اللبن المسكوب لأن الأندية مسؤولة بإصرارها على إن هي لما الرابطة سألتهم وأنا ما كنتش متفق إن الرابطة تسألهم لأنها عندك مكتب تنفيذ للربط منتخب بينهم والحقيقة أكد أقول لك فيه شعور دلوقتي عند الناس كلها بما فيهم حايف المشكلة فيه إن دمق إن مش هيكرر تاني لا فيه مشكلة بجد بقى الناس اللي بترفض ناس إيديها في المية الساعة قوي لا ما هي مالية مصالح تانية لا بتشارك في أفريقيا ولا عندها لعيبة في المنتخبات ولا حاسة بإجهاد ولا متصدر لها أي مشكلة هم دول بقى اللي بيرفضوا أي تعديل وأي تغيير لا تكافر الفرص يا عم تكافر الفرص هي أنا بلعب ستين مباراة في الموسم وأنت بتلعب أربعة وثلاثين أنا عندي لعيبة دوليين جايين رايحين طول الوقت في كل المنتخبات وأنت ما عندكش أنا بشارك في أفريقيا وبشارك في بطولة عالم وبشارك في الصوبر وبشارك في عدد كبير من المباريات لازم أن المصلحة العامة هي اللي تفرض الكلمة مش هقعد قصاد أندية تبدأ الموسم بحلم المربع الزاب وتنتهي بمكافحة الهبوط ويجي في النص يكتبع بيهم عامر حسين أو المهندس عامر حسين عشان يعدلوا لأ ونفضل في الدائلمة دي على طول الرأي الصح لازم أن يفرض أعتقد ده اللي حيحصل بعد كده أتصور هذا ممكن تلتمس العزل للربطة لأن أول مرة تمارس وعدها صلاحيات اتخاذ القرار قبل كده كانت توصيات فيها وجوه جديدة خدت خبرة التعامل مع المشاكل وجاءت في ظل مجلس واحد مغزر حجر عنيد بيفرض وجهت نظره ما كانش فيه التعاون اللي بينه وبين مجلس منتخب اللي أرى أنه ممكن يبقى دلوقتي الأمور أسهل شوية مع اتحاد الأستاذ جمال علام ومجلس المنتخب حيبقى فيه الناس بتسمع بعض مش واحد عايز يفرض هيمانته عالكل ترجمة نانسي قنقر